مرحبا بيكم في الجزء الأخير من هنا الآن لليوم اليوم 5 أفريل الذكرى الأولى لرحيل صغير ولاد أحمد الشاعر التونسي صغير ولاد أحمد شاعر البلد كيف ما يقول ضيفنا سيلهادي اسماعلي مرحبا بيك مرحبا بيك الأستاذ والكاتب اللي ألفلنا ولاد أحمد شاعر البلد اللي مازال كيف صدر وفي معرض الكتاب دولي تزامنا مع معرض الكتاب مرحبا بيك بش نحيييذكرة أصغير ولاد أحمد نشوفوا التقرير القصير هذا ونرجع ونحكيو معك على مسيرة الشعرية مرحبا بيك هكذا بعد منتصف العمر والصبر والشعر والنطر سنة مضت على ترجل فارس الشعر محمد صغير أولاد أحمد عن عمر يناهز واحداً وستين عاماً قضى معظمها ينظم شعراً يمتزج بمشاغل الناس وهمومهم ويدعم أحلامهم في الحرية والكرامة ضد القمع والاستبداد نشر عدة دواوين منها نشيد الأيام الستة وليس لي مشكلة وحالات الطريق وله كتابان في الناثر هما تفاصيل والقيادة الشعرية للثورة التونسية لم يكن محمد صغير المولود في مدينة سيدي بوزيد شاعراً عادياً بل كان مجدداً للشعر التونسي ليصبح مبدعاً ثورياً مبسطاً لكلماته حتى تبلغ أسماع كل فئات المجتمع غير آبه بإظهار معارضته لنظام بن علي مرات عديدة ومن قبله نظام بولغيبة أعمل الفقيد في دور الشباب وملحقاً ثقافياً بوزارة الثقافة قبل أن يؤسس ويترأس بيت الشعر من سنة 1993 إلى سنة 1997 كما عمل في عدة صحف محلية ودولية أخر التفاتة رسمية كانت حفلة كريم نظمته وزارة الثقافة في شكل مجامل لم يحظى بها من قبل شاعر تونسي على قيد الحياة وتعودناها بعد رحيلهم قصائد صغير أولاد أحمد لم تنتهي إذ ظلت ترافقه رغم المرض إلى أن رحل تاركاً لجمهوره قصيدة الوداع حيث ودع فيها أقلامه وساعاته وقصائده التي ستظل راسخة في أذهان جمهوره ومحبيه فقال لا 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 وقد غدا مهردي والغوذ مالطرباً من فعل هذا الرجل الذكرى الأولى لرحيل صغير أولاد أحمد سي الهادي اسماعلي أولاد أحمد شاعر البلد كما اخترت أنت لكتابك عنوان موزون مقفى ومباشر يعني كينك تخلى عليه صفة هو جدير بها في حياته حتى قبل رحيله عليش العنوان هذه أكيد عندك تفسير نعم أولاد أحمد لازم يكون شاعر البلد وكهو لأن أولاد أحمد هو الشاعر الوحيد تقريباً بعد أبو القسم الشابي اللي فعلاً ورى حب كبير للبلد حب كبير لتونس حب مش مجرد كلمات وشعارات كما يحب البلاد كما لا يحب البلاد أحد فقط وإنما هو زاد اشتغال داخل القصيدة لتكون القصيدة تونسية قلباً وقالباً مثلاً من خلال مغامرة استعمال اللهجة الدارجة هناك قصائد دارجة تونسية هي رسالة إلى التوانسة كما يقول هو وأيضاً هناك قصائد أخرى تمزج بين العربية القحة والدارجة التونسية هي اللغة المسطة بين بين كي يفهمها جميع الناس لأنها تجتمل على رسائل مشفرة لابد أن يفهمها المواطن العادي الإنسان العادي العامل صغير ولد أحمد كان يفهموا التونسي وينطق زادة بالسان التونسي على خاطر صغير ولد أحمد يظهر لأكثر شاعر أجمع عليه الناس كل اللي أجمعوا عليه في تونس الساعة والبرة وفي العالم العربي وفي العالم وعند المختصين والعارفين بالشاعر وعند زادة عموم التوانسة المواطنين باش تفسر ووصوله للناس كل التفسير يتمثل أساسا في صدق العبارة أولاد أحمد صادق شفاف جدا وتخرج العبارة سهلة وتنساب لهن سيابا لأنها صادقة متواعة لينة مرينة تعبر عن التونسي كما كان هو أصله من سيدي بوزيد من مناطق نائية في النوايل في أرياف سيدي بوزيد كان يتكلم بلغة التونسي بلغة الفلاح بلغة العامل كان يكلم جميع الناس جميع الأجناس خاصة قصائده بنساء تونس خاصها أيضا برجال تونس بشباب تونس أبناء القصبة عند في تلك الفترة فترة الثورة سنة 12 صغير أحمد اللغة اللي سالي سالي تحكي لها سعى لغة بسيطة ياسر معناها لا يوجد شعر المواطن ساعات لا ينجم ولا يتعامل معها برشا خاطر يحس أنه تكثيف الألفاظ الصعيبة ويحس أنه شعر يلوج في أصعب كلمة يحطها يولي تونسي ما هوش قريب ياسر لشعر اليوم شعر معاصر ما عناه الشعرات وين سأللي يحفظ لها برشا ويسمع لا صغير أحمد كان يقول في كلام سهل وبسيط معناها قوي لكن بسيطة جدا معناها ذي سهل ممتنع مولاد أحمد هو الذي أعاد الروح للشعر التونسي أعاد له روحه يعني لم ينتهج تلك الفونتازمات الشعرية الموجودة الآن وغدا انت معايا أن الشعرات تحسن فما توجد تصعيب الوحو هناك فونتازمات تجريبية مثلا أن يشقوا طريقة البنية اللهوتية والبنية الصوفية في كل ذلك اصطناع إلا أن صغير مولاد أحمد كان قريبا إلى البساطة إلى التبسيط إلى الوضوح إلى درجة أنه أصبح عند بعض النقاد وعند بعض القراء شاعرا دون المستوى في رأيهم لأنه لم يصل إلى ما وصلوا إليه من ذلك التعقيد والإغماض والإبهام في الشعر الحديث وربما هذا هو السبب الذي جعل ولد أحمد لا يدخل إلى ساحات الجامعة التونسية ولم يدرس ولا نعثر على أطروحة أو ماجستير حول شعر لأن شعره يبدو للناس أنه شعر ساح في حياته هذا ما كانش يمكن طوى بعد رحيله ينجم السيد توجهها كخطر هذا زاد عنده شوية أسباب سياسية التوجهات ومواقفه القديمة خلينا في شعره قبل ما نوصله لتجربته السياسية بالشعر المواطن التونسي والوجدين التونسي ارتبطت عنده ولد أحمد على زوز مستويات ساعة الوطن كما حكينا والمرأة المرأة في شعر صغير ولد أحمد المرأة التونسية لبسي تلقى تروحها اليوم ما يحكي حد ما يحكي على نساء تونس غير ما يقول نساء وبيلادي نساء ونساء ولا ننكر أن ولد أحمد هو معشوق نساء تونس جميعا ونسبة المحبين هن أساسا محبات يعني من جنس الإناث كيف لا وهو يقول قصيدة ملاطفة أيتها الرشيقة أيتها الأنيقة أيتها المستلقية على شواتئ المتوسط مثل فتاة يونانية تتزلج على الميتافيزيقة أيتها الحديثة أيتها الوسيطة أيتها العتيقة أيتها المتخفية بين الدرجات مثل نغمة نهواند في سلم الموسيقى أيتها الزقاق والنهج أيتها الشارع والطريقة أيتها الساعة أيتها اللحظة أيتها الدقيقة أيتها الفراشة أيتها الوردة أيتها الحديقة أيتها الكذبة الجميلة أيتها الحقيقة أيتها الحجة أيتها الدليل أيتها الوثيقة أيتها الزلوق أيتها الخلوق أيتها الرقيقة أيتها الأخت أيتها الرفيقة أيتها الصديقة أيتها السجينة في القلب أيتها الطليقة في هذه القصيدة مغازلة لجميع الصفات الأنثى التي يراها أولاد أحمد هي الأخت هي الرفيقة هي الصديقة هي الحبيبة هي السجينة في القلب هي العشيقة هي الطليقة أيضا لأنه يريد أن يراها وردة يريد أن يراها فراشة في السماء طليقة حرة طليقة حرة لأنها توليسية حتى كيف حكاية على المرأة ربطها بالوطن بالبلاد تعرف زادة أكثر ما يحفظ له كانت مش نمشيه للبلاد نحب البلاد كما لا يحب البلاد أحد صباحا مساء وقبل الصباح يوم بعد المسائي ويوم الأحد من وقتش بدأ شعر صغير أولاد أحمد يعنى بالبلد شعر أولاد أحمد خلق ليكون للبلد لأنه على صبيل المصادفة أم صغير أولاد أحمد تسمى تونس وهي اسمها تونس وإلى آخر لحظة وهو يرد التونس فلا يفهم الآخرون هل هو يقصد تونس البلد أم تونس الأم وهو بين بين في هذه الأم الرحم الأصل الذي نزل منه أولاد أحمد أو الرحم الآخر الذي عاشقه وتبتل في محرابه وهو تونس البلد بدأت القصة من هناك بدأت القصة أيضا كما يقول هو في سيرته هذا أنا بدأت أيضا من ميلاده قبل أن تتحرر تونس بعام إذن هو يشعر أن تونس أيضا هي أخته نعم يشعر أن تونس هي أخته التي تربت معه ونمت وترعرعت يعني حضر تدريجيا لحظة بلحظة لانبثاق هذه الشعلة من التقدمية والتحررية التي بنتها الدولة الأولى دولة الحبيب بورقيبة ثم الدولة من علي ثم ثم إذن هو رافقها في مسيرة حتى الثورة وحتى ما بعد الثور هذا هي تأكيد سيل هذه أنه صغير أولاد أحمد بالنسبة لي نقوله يكفر بمقولة الفن للفن الفن عنده ماهوش للفن والشعر ماهوش للشعر أكهى والشعر كان التجربة مشروع مشروع الشعري مشروع الشعري هو كما قلت هو الكفر بمقولة الفن للفن يعطيني الصحة الفن بالنسبة إلى أولاد أحمد هو أن تكون شاعر البلد أن تستفيد هذه الجماهير التونسية بهذا الشعر أن تصل هذه الكلمة التحميشية التحميسية التحريضية لأولئك الناس المرابطين مثلا في الجنوب ونعرف أنه كتب ديوانة جنوب الماء وجنوب الماء كان انتفاضة شعرية كان فعل سياسي كان فعل سياسي في سنوات ما نذكرش قديش بضلط في التسعينات في الفيضانات التي صارت في الجنوب كتب جنوب الماء نعم والتي فضحت البنية التحتية الهشة لدولة تدعي أنها قطعت في التقدم قمة البرادماتية بالشعر يحكي على البنية التحتية معناها كما نرى اليوم المظاهرات والواقفات الاحتجاجية والليفتات بشكل وبنية تحتية هاشة صغيرة والليد أحمد تركي عليها في التسعينات ووقت لي مش ساهل أنه يحكي هذا ووقت أوج المظام كان يقول الكلمة دون خوف وله سابقة لم يسبقه فيها أحد وهو أنه الوحيد الذي رفض وسام الاستحقاق الثقافي في عهد بن علي عام 1993 يعني لا أتصور أنه هناك من رفض هدية واللي هي كانت أعتبرها مهدنا هو من النظام على خاطر هاني شفت جنوب الماء اللي كان ينقض فيه في النظام وهجش البنية التحتية ومشاريع التنمية في الجنوب وكذا كان عام 1991 93 الوحيد الاستحقاق الثقافي وتزامن مع قبول الدولة تأسيس بيت الشعر لأنه ناضل على بيت الشعر فلم يريد أن تكون تلك الاستحقاقات والأوسمة معادل رمزي لبيت الشعر الذي أسسته الدولة في نهاية الأمر لأولاد أحمد لكنه هو أول مؤسس لبيت شعر هي تجربة ريادية نعم وناضل من أجلها فعلا وتحمل الويلات من أجلها ولم يدهم كثيرا من 93 إلى 97 مديرا نعم صحيح هو المحل المعارضة للنظام بالشعر مش كان فيه نظام بنعلي حتى من وقت برقيبة واللي هو تسجن مثلا لمدة أشهر في الثمانينات على حاجات كما يتوقف في الشارع على عرب ده وإلا أخلاق حميدة وكذا وكتب حاجات في السجن هذا سير عزة السلطة أساسا من ثورة الخبز يعني عام 1984 كان له نصيب من السجن وذاق وإلاءة السجن في تلك الفترة ثم أصبح أولاد أحمد هو الفينومان الثقافي الوحيد في تونس الذي ربما غطى على غابة كاملة من الشعراء كان فينومان كان نجما كان نجما شارع الأحبيب برقيبة كان دائما تردد على مقاهي الأحبيب برقيبة وكانت المتابعات وراءه واللصوص يتلصصون وسمهم بالإخوة المخبيرين في قصائده يستظلون بذلة أترى أن أولاد أحمد بكتاباته وبزخام التجربة هذية أغنانة عن الشعراء في تونس معناه هو في نالوان أو الشعر الأوحد معناه سنين هذية الأخرانية كان أولاد أحمد يكفي أولاد أحمد في نهجه أوحد وتجربة يتيمة ولم يترك أولاد أحمد من هو يشبهه في تجربته لأنها صادقة وموهبة وعطاء خاص لكن في مجالات أخرى هناك ريادات أخرى نعتزوا بها في الشعر لا نستطيع أن ننكرها لا ننكر المنصف الوهابي لا ننكر محمد الغزي لا ننكر محمد الخالدي على الحواشي أسماء كثيرة حافظ محفوظ من جيل التسعينات هناك نباذج كثيرة لكن أولاد أحمد صنيعت وحدها لا يشبهه إلا نفسها وتسلل في كل شيء موجود في كل مكان وفي كل بقعة قلنا المرأة وقلنا البلد وقلنا الفترة البرجيبية وقلنا وقت بن علي والثورة بعد 2011 صغير أولاد أحمد شعره طوع للوضع السياسي نعم طوع شعره للوضع السياسي وهذا أثار مشكل لأن أولاد أحمد جعل من شقةه في عمارة بيرادس مقرا للقيادة الشعرية وصرح بهذا وكان يتابع في ديوانه حالات الطريق كان يتابع يومياً ولحظة بلحظة لمسيرة الثورة كان يكلم نساء البلد كان يكلم شباب القصبة كان كتب قصائد ليلة الانتخابات ليلة 23 أكتوبر أول انتخابات حرة نزيها في تونس ويدعوهم إلى انتخاب هذا وعدم الانتخاب هذا وتوجه للنساء خطر يعرف الخزين لانتخاب نساء في تونس توجه للنساء أنه جمالقى الأبياد وأنتنا في خلوة العصري في مكتب الاقتراع تذكرنا أن الرجال توالوا عليكنا عشرين قرنا ما تعودوش تنتخبوه نعم ما تراش أنه الاستفاف السياسي الواضح والصريح معنى هاي نجم يكون خذل شوية شعره في آخر أيامه نعم هو بنية شعره لدحمة بصفة عامة بدأ أول ديوان نشيد الأيام الست بدأ بإيديولوجيا مفضوحة وانتهى بحالات الطريق بإيديولوجيا مفضوحة تحسوا ما ينجم شيخبي هو في طبيعة في شخصيته وما عنده مواربة وحاول المواربة وحاول التواري لكنه عاد في بنية دائرية إلى نفس النقطة كأن الشعر هو السياسي لديه وأيضا أولاد أحمد تميز بأنه تقاطع لصراعات كثيرة لنتحدث عن السياسي فقط أولاد أحمد خاض صراعات في الساحة الثقافية ما زالت تطاله إلى اليوم خاض صراعات فترة محاولة تغييب ومعنى وكان عنده عدوات عدوات في الساحة الثقافية من الشعراء وهذا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومن الأكاديميين يقولها نعم في الجامعة كان مغيلا صراع أيضا ضد الأساتذة الجامعين وكان دائما يقول أن الأساتذة الجامعين ليسوا نقادا لشعر هم مجرد موظفي دولة أيضا كان لديه صراع أيضا مع من سماهم وزراء الله أولئك الذين التقاط الذين يفتون ويزكون أنفسهم وباعوا التذاكرة إلى الآخرة وهم ما زالوا على الأرض واستثنوه منها إلهي أعني عليهم لديه صراع متعدد إذن هو رجل رجل ممتلئ بالصراع ومشحون بالصراع وذلك الصراع كان نقطة إيجابية كي يكتب المتنبي لم يكتب إلا عندما شعر أنه كصالح في ثمود رجعتني إلى يمات القرية حسب رأيك في شخصيته وبعم نجمه ما نشبهه بشخصيات أخرى على خطره هو واضح وصدامي ومفضوح في هذية ومعنجمش يكون معدوش قضايا باش يكتب عليها لكن أكيد حتى يمكن في بداياته وانتي ياسر درسته وأكيد ودرست شعره لكل باش نجم تتخرج لنا أولاد حمد شعر البلد باش كون تأثر تأثر بشعراء أخرين فما تحس بصمة شعراء أخرين فيه فما بصمة أولى هي بصمة القرآن الكريم الذي تعلمه في الصبا في النويل نجدها في إيقاع العبارة الشعرية وفي المعاجم التي يستعملها وهذا بحث آخر وبحث طويل لابد أن نعتني به ثم تجد بصمة والده الذي كان نجماً في البوادي هناك في عائلته في قبيلته بالنويل ولم يكن نعم ومن أبنائه كان أولاد أحمد قريباً له في تلك النكتة وتلك الظرافة حسب شهادات الكثيرة أبوه كان حكاءً يتقن الحكاية يتقن الحكاية فقط وكان محبوباً لظرافة قوله وسهولة قوله أولاد أحمد بقي حتى السنة الثلاثين من عمره لم يكتب شعراً أولاد أحمد نزل عليه الشعر دفعة واحدة ودفقاً واحداً مثل الأنبياء النبوة في الثلاثين نعم مع أولاد أحمد يمكن أن نتحدث عن نبوة الشعر في الثلاثين نزل كل شيء مرة واحدة كان يكتبوا نثراً بسيطاً في الصحف نثراً جميلاً في تلك الصحف اليومية التونسية لكن فجأةً طلع على الناس بمطولة وهي نشيد الأيام الست فبهرت الجميع ومن ثم تنطلق بتأثير شعر أخرين نعم البيئة لديها دور لكن أيضاً تأثر أساساً أساساً بنظم حكمة أساساً هو ابنه اسمه ناظم يعني من كثر التأثر بنظم حكمة نظم حكمة ولعبة الأسماء وقال أردت أن أسميها كلمات وهذا على العلم قالها لتبقى كلمات ولد أحمد خالدة لن أموت أيضاً هناك رافض ثقافي كبير وهو نظم حكمة نظم حكمة الذي يسمى بشاعر الأممية الإنسانية الرجل ذو العينين الزرقوين كان أيضاً فينومان وكان نجماً في تركيا وكان يدافع على الإديولوجيا وعلى الضعفاء والمهمشين نظم حكمة معين بسيسو كان متأثراً بجوت أيضاً خاصةً في الاستطرادات والخروج المرجعيات وليست عربية فقط وولد أحمد يقرأ جيداً يقرأ لكن نصوصه تبدو في الظهر عارية من القراءات كان متأثراً ببعين بسيسو كان متأثراً جداً بمحمود درويش أو كان متساوقين صحيح محمود درويش برشا شفنا حتى عنده عروض كان يحط الخلفية محمود درويش وسورته وهو محمود درويش أحمد ومحمود أيضاً الأول كتب أحمد الزعتر والثاني كتب لكنني أحمده يعني هذا كل قبل ما يصير شعر مخصوص ما يشبه له حد في تولس طبعاً به شنو وآخر النجم نحكيه على تجربة ثرية في الشعر كنا نجم نطوله حتى في سيق برنامج ثقافي وصلنا لمرحلة القيادة الشعرية للثورة نسب لنفسه قيادة للثورة شعرياً لكنه قائد الثورة كذا شقته في رادس لقيادة الثورة كتب نصوصاً نثرية ونصوصاً شعرية في قيادة الثورة إلا أننا ننبه إلى شيء إلى أنه أولاد أحمد كتب المرجعية لريفيرونسيال كتب كل شيء بوثائق كأنها يوميات أو هي وثائق الثورة يمكن أن يستعملها استثناء التاريخ يوماً ما بعد قرون هذا صحيح لكن أولاد أحمد لم يبقى في مجرد السطح التاريخي لأنه إن واصل فيما هو تاريخ سيفقد الشعر ما يكون به شعراً لأن حلاوة الشعر في تلك المواربة وتلك المخادعة التي يجريها الشعر إجراءاً فنياً طريفاً بين التاريخ والفن كان يحسن ويجيد ويتقن لعبة التاريخ والفن في وقت واحد وإذن ارتقى أولاد أحمد بذلك التاريخ الثوري بتلك اللحظات الثورية إلى لحظة فنية قصوى إذن استطاع أن يخرج من الالتزام الثوري إلى الالتزام الفني والفن والثورة سيان عندها في قيادته هذه للثورة استعمل عداء المعلن للاتجاه اللي هو يقولهم الإسلامويين نعم أنت تعرف الوضع كيفاش ولا والإنفلات متع التهم جزافاً في كل اتجاه في السنوات هذه الأخيرة كما الكفر وكما التطرف هو هذا استعملوا في قيادته الشعرية للثورة خطر معلن اتجاه ومخ وموقف وما عنده حتى مشكلة في إعلانه لابد أن نذكر في هذا السياق ريم إلى أن القرضاوي أعلن يعني تكفير صغير ولد أحمد في مناسبة معروفة وهذا التكفير الذي أتانا من المشرق غذ جزوة التكفير الداخلي الذي لم يكن معلناً في تونس حتى في الأوقات هذه كان رافض مباشر يعني كانوا يستعملوا مباشرة ما يسترغ في المشرق لكن هذا هو واجه بكل شجاعة نعم وهذا الذي جعله يكتب شعراً ضد هؤلاء التقاط الذين حجزوا الأماكن إلى الجنة وينظرون إلى العالم بطريقة بنظرة ضيقة هو رائد الفكر المستنير أولاد أحمد مع العقل المستنير فقط فماش أبيات في السياق أريد أن تكمل بهم لا أعرف أليس مهم موجود خليني خليني ساعة حتى عندي شوية أمور شخصية في الموضوع نحب نكمل بإلهي أعني عليهم اللي هي ساعة تثبت له في بارشة اتهامات وفي بارشة ذم وفي بارشة هجوم على أنت تعرف تواصل اجتماعي وقتها قد يش كان مهم وهو كان ينشط عليه بارشة وكان يحكي لنا على قيادته للثورة على الفيسبوك متاعه وقت اللي قال الإلهي لقد تم بيع التذاكير للآخرة ولم أجد المال والوقت والعذر كي أقتني تذكير فمزق تذاكيرهم إلهي فمزق تذاكيرهم يا إلهي ليسعد قلبي ألم تعد الناس بالمغفرة نعم إيمانه بالمغفرة من عند ربي كان كبير نعم ما عنده حتى مشكلة وكان يتحصن بها في أنه يقول أكثر في السياح وولاد أحمد شخص مؤمن يعني مؤمن جدا ولابد أن يعرف جميع الناس هذا لأنه هناك جسر كبير أو هاوية كبيرة بين الفن والواقع لا يمكن أن نقول أن المتنبي كافر أو أن المعر كافر يعني في هذا العصر لأنه هذاك الفكر التنويري والفن بعيد تمام البعد يعني عن الواقع سيلهيد يختار أن أخير أبي تحب تخطيب تعجبني قصيدة أسئلة مجرد أسئلة لأنها لا تسمي وإنما تكني تفضل تكني لتفضح نذرة التقاط إلى المرأة أسئلة مجرد أسئلة كيف يعقل أن يكون للمرأة بطن وسرة ونهدان وعنق وشفتان ولسان وأنف وعينان وشعر وكتفان وظل وحاجبان وصوت وأذنان ومرفقان وظهر وعشرة أصابع وعشرة أظافر وسم ولقب كيف يعقلوا أن يكون لها نصف سفلي أصلاً أليس هذا خطراً على الحزب وعلى العقيدة؟ المرأة التي ألغاها الإسلامويون كما يسميهم أعاد استحذارها أولاد أحمد في هذه القصيدة عنصراً 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 وصغير أولاد أحمد شاعر البلد فيها قراءة وفيها محاولات تقييم كما قلت أنت ننصحكم بيش تقرأوه وبيش نحاوله زادا ندعيه للطلبة والأكاديميين اليوم الظروف تبدلت صغير أولاد أحمد ما عادش معنا لكن نجمه ننكبه على شعره ونشوفه دراسات اللي يستحق أنه تتعمل عليه فما زادا حالات مختلفة من محاولات التكريم للصغير أولاد أحمد بعد وفاةه اليوم البارد التونسي أصدر طابع بدينار بألف مليم يحمل صورة أولاد أحمد نهج اللي تسمى باسمه كيف كيف جماعية صغير أولاد أحمد تونس الشاعرة اللي تنجموا تشوفوا الاسبوت متع البرنامج متع التكريم ثلاث أيام والأنهارين هذوما تنجموا تشوفوا على قناة التاسعة وتواكبوا التظاهرة اللي تكرم صغير أولاد أحمد بعد ذكرى الأولى من وفاته شكرا لك سيهاد اسماعلي أقد معنا اليوم أقد معنا اليوم خمسة أفريل ماهوش نهار سهل على خاطر مشكن صغير أولاد أحمد غادرنا عنده عام فما زادا الصحافي والصوت الدافي عادل المطهري اللي توفى عمناول عنده عام باركم الأغتسائي نعرفه زميلنا ونترحمه علي اليوم زادا كيف كيف رجي بن عمار أيقونة المسرحة التونسي رحلة وخلت وراها فضاء مدار وخلت رفاقها وخلت لمذتها وجمهورها واختارت تاريخ هذا اللي رحلوا فيه أعلام كبار التونس المعاصرة نشوف تقرير صغير على رجي بن عمار نترحمه عليها ونبعد نرجع ونختم البرنامج رجي بن عمار أيقونة تونسية أخرى يغيبها الموت فنانة كبيرة وإنسانة معطاءة غادرنا وتخلي لنا ذكرى فنها ونظالها البارح في إحدى مساحات العاصمة تودعنا رجي بن عمار على إثر عملية جراحية على القلب وتخلي وراها مسيرة مسرحية ملهمة انطلقت من المسرح المدرسي والجامعي في أواخر الستينات المسرح اللي كانت فيه مجدة هي وجليلة بكر شكلت ثنائي مع المنصف الصايم في الدنيا وفي المسرح وقست معه مسرح فو رجي بن عمار من الأوائل اللي قسوا الرقص المسرحي والتلمذ على يديها أغلب لكوريغرا في التوينسة تاريخ حافل من الأعمال المسرحية والأعمال المتميزة في السينما مسرحية الأمل ساكن في حي السيدة بيع الهواء هوا وطني ومن آخر أعمالها المسرحية نافذة على من إنتاج المسرح الوطني واللي تعرضت في افتتاح مهرجين الحمامات الدولي في دورته الأخيرة رجي بن عمار صوت عالي وتصميم كبير ترحل في موسم وداعات متالية وصعيبة ترحل بكل اللوعة اللي تخليها في قلوب رفاقها وتلمذتها والجمهور تخلي لهم زاد من المعنى ومن التصميم على تونس اللي تخيلتها وحلمتها وخدمتها بفنها وبأصرارها نرهو بكل افتاح مهرجين الحمامات الدولي في قلوب رفاقها المترجم للقناة المترجم للقناة